هو إفطار جماعي أشرفت على تنظيمه مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط في مقرها بإشبيليا لقاء أضحى موعدا رمزيا لممثلية ديانات اليهودية والمسيحية والمسلمة هذا الإفطار البهيج الذي يعكس تفرد وتمييز الثقافة المغربية الأندلوسية تميز بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المشارك لمؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط السيد أندري أزولاي الذي أكد بالمناسبة أن المغرب الذي يجسد خصوصيته هذا المساء بإشبيليا المعتد بالقيادة المستنيرة والرائدة لجلالة الملك محمد السادس يجسد أكثر من أي وقت مضى التزام أمة واضحة الرؤية وملتزمة ومعبئة لإرساء ثقافة السلام التي تتغدى من المطالبة بالعدلة والكرامة والحرية التي يجب أن تفرد على الجميع وللجميع بنفس الشرعية من جانبها سفيرة المغرب بإسبانيا السيدة كريمة بن يعيش أكدت أن هذا الإفطار يوفر مساحة لتفكير والتواصل مع تقاليد المغرب الروحية رغم اختلافات الممارسات والمعتقدات إنه لا يوم متميز ونحن نجتمع على مائدة إفطار فهو يوم يجسد الصداقة وهذا هو جوهر مؤسسة الثقافات الثلاث ونعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعايش أكثر هذا الإفطار الجماعي يبرز روحة تضامن والتسامح والحوار والسلامة وهي قيم تميز الحضارة المغربية العريقة شكرا